السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أخواتي في هذه النشرة الإندارية الخاصة بتوقعات حالة التقس بيئة المغرب فإن شاء الله سوف نقدم لكم المدن المانية إن شاء الله فأولا أخي أختي إذا كنت تشاهدوا القناة لأول مرة فلا تنسى الاشتراك في قناة والتفعيل زر الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا ونشرتنا بإذن الله ولا تنسوا دعم المقطع بلايك وشكرا لكم جزيلا الشكر بالنسبة إن شاء الله لفترة الصباحية إن شاء الله فيتوقع دخول أمطار عاصفية وقوية مع كذلك عواصف رادية على أبركان والنادور والحسيمة والدريو ستكون أمطار قوية كذلك أمطار حاضرة إن شاء الله على إساقن وساكة وأكنون وقرسيف وتازة وأشف شاون وتطوان بإذن الله بالنسبة لفترة بعد الزوال إن شاء الله فيتوقع استمرار أمطار الخير على أبركان والنادور السعيدية والحسيمة وأشف شاون وتطوان ستكون أمطار قوية نسبيا كدلك بعض الزخاط المطارية على تنجا بنسبة للفترة الليلية بإذن الله فستوقع أن تبقى بابا الزخاط المطارية على بركانه وجراده وهو ايجده بإذن الله وتهوريه المطاري نسبيا القوية وكدلك معه تم den عواصف وعلى عارضية قوية كدري فترة الصباحية من يوم الأحد فيتوقع بإذن الله استمر بعض الزخاط المطارية على وجده وكدلك وكدلك أمطار وتلوش حاضرة على تباينة وابن منلال وكدلك الن kernel بإذن الله واتين غير بإذن الله وتليوين ستكون بعد الزخاة المطارية والتساقطات التلجية. اما بالنسبة لباقي المناطق بخارف ستكون اجواء كدلك صافية الى قاعدة تسعوب مع انخفاض ملحوط ودرجة الحرارة. بالنسبة ان شاء الله اليوم اتنين. فأي توقع بإذن الله ان تبقى الاجواء مستقرة الى قليلة تسعوب في معظم مناطق المناطق مع تقدم منخفة الجو سنرى ان شاء الله في هذا الفيديو اذا كان سيدخل الى المناطق. بنسبة ان شاء الله اليوم الاربع فأي توقع بإذن الله ان تبقى الاجواء مستقرة مع تكون منخفض جو اطلسي عملاق. سنرى ان شاء الله اذا كان سيدتجي الى الملكة. كما تلاحظون اخواني الاعزاء. بنسبة ليوم الجمعة اتنى عشر ان شاء الله فيتوقع ان تكون اجواء كدلك متغره الى قيلة تسعوب محتمال اقتراب هذا المنخفض ان شاء الله في الايام القادمة كما تلاحظون اخواني الاعزاء منخفض جد قوي. نأمنوا لله التبات ليدخل للملكة وإلى اللقاء.